طربة كبرى من الحكومة المصرية لمحتكري السلع في الأسواق اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفقت على تغليض عقوبة احتكار السلع في الأسواق المصرية العقوبة هتكون الحبس والغرامة والغرامة هتكون 3 مليون جنيه وهتتضايف في حالة العودة لتصل ل 6 مليون جنيه بمعنى إذا يعني قام التاجر مرة أخرى باحتكار السلع هيدفع غرامة 6 مليون جنيه وممكن المحل يتقفل لمدة 6 شهور التعديلات دي جدت بسبب انتشار ظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية في الأسواق سواء بإخفاءها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها وده هيدر بحقوق المستهلكين تطبيق العمل للقانون الحالي أظهر أن العقوبة الحالية مش كافية عشان كده كان لازم مراجعة قيمة الغرامة عشان تصبح راضعة مشروع القانون الجديد بيتضمن إلغاء رخصة المحل نهائيا في حالة قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار التعديلات دي هتتضمن تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصدر في عام 2018 احتكار السلع خطر كبير على الاقتصاد المصري لأنه بيخلي الأسعار ترفع بشكل جنوني والناس مش هتقدر تشتري حاجتها الأساسية طب إيه اللي بيحصل لما السلع يتم احتكارها أول حاجة الأسعار هترفع لما واحد بس هو اللي بيبيع السلع معينة أو اللي بيحدد سعرها ده بيخلي السعر ارتفع بشكل كبير والناس مش هتقدر تشتري حاجتها والفقر هيزيد لما الناس مش هتقدر تشتري حاجتها الأساسية الفقر هيزيد والناس هتضطر تعيش في ظروف صعبة والشركات هتخسر والاقتصاد هتراجع بعض التجار بيحتكروا السلع عشان يحققوا أرباح وفلوس كتير وفي بعض الماضيات تحتكر السلع عشان تتحكم في السوق الحكومة لازم تطبق القوانين اللي يعني بيقرها مجلس النواب عشان تمنع احتكار السلع وترأي بالأسواق عشان تتأكد ان الأسعار مناسبة ولو أي حد شاف سلع بيتم احتكارها لازم يبلغ عن دال الحكومة لو الناس اشترت من أماكن مختلفة مش هيكون في حد قادر يحتكر سلع معينة احتكار السلع خطر كبير على الاقتصاد المصري لازم كلنا نتعاون عشان نمنعه اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر واتمنى يكون يعني في تحرك والحكومة يعني تبقى فيقة للموضوع ده لانه بيهم يعني اهم 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 ملف حاليا في مصر هو ملف ارتفاع الاسعار فلازم يبقى فيه خطوات راضعة ما فيهاش اي كلام اترك ليكم التعليق